السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصدقائي وزمالة العزاء. اخبركم يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هاخدكم في فيديو جديد. بس النهاردة هنتكلم في موضوع مختلف. الكلام النهاردة هيكون لاصحاب الشركات. مش للمهندسين المحترفين او حديث الخبرة. كويس. هنقف الفيديو دوت ازاي شركة بدأت صغيرة فكبرت فكبرت فكبرت. كويس. جي عليها وقت. لقينا الشركة دي بتبدأ تصغر تاني. ده سببه ايه? تابعوني في الفيديو ده وهنعرف معلومات. بتخلي صاحب الشركة بعد ما طلع فوق بيبدأ ينزل تحت. كويس? اه استاذن لكم يا ريت اللي بيشوف الفيديو الاول مرة يا ريت اه اشترك في القناة ويدوس اعجاب ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. تابعوني وهنعرف ان شاء الله ان كان في ايه في الفيديو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة جماعة نتلم عن موضوع ان صاحب الشركة والشركة بتاعته بدأت تجبر. وتسمع في السوق. بيجي عليها مرحلة بيبدأ ينزل لتحت. هنخذها بس واحدة واحدة كده من البداية. اي صاحب شركة في البداية بتلاقيه داخل الشركة بتاعته متحمس. اه سواء كان مهندس او اه اي مؤهل تاني. كويس? بتلاقيه بيبدأ في الاول بالحماس بتاعه بيبدأ بيجيب مبداية كويسة جدا. اه بالمتارية سيفيداتها شيك بتاعتها بيجيب آآ الشباب بنتخبهم بعناية بيدربهم بعناية بيجيب لهم آآ اللبس بتاعهم بيجيب لهم كل لوازم اللي الشركة محتاجاها. كويس? بعد فترة الشغل بيجيب شغل. موقع بيجيب موقع. الشركة بتبدأ تكبر تبدأ تتعرف. يبدأ ليها وزن في السوق. كويس? بعد كده بتلاقي مرحلة جديدة. بنسبة صاحب العمل. لأ الشغل حربته بتزيد. لأ آآ المصاريف بتزيد. تمام? ما هو شغل كتير يبقى فيه مصاريف كتير. ده شيء بديهي. انا دخل لي موقع جديد. فشيء بديهي انا لازم اجيب المبيدات بتاعة الموقع ده. ومش المبيد بس. لا ده المبيد بلا وزنه كمان. فشيء بديهي ان مكان بيخش جديد في قصاده الصرف هيبقى برضو جديد. ده كتير ااسف. كويس? فصاحب الشركة بتلاقيه بيعمل ايه? الاول كان بيبدأ كله يجيب حاجات كويسة جدا واحسن حاجة في السوق. وبعد كده بيعمل ايه? بعد كده بيدخل مبيدات آآ مجهولة المصدر مع المبيدات بتاعته. ولي اكون حاجات قليلة في الاول. كويس? دخلها على المبيدات الجديدة بتاعته او المبيدات الكويسة جدا بتاعته. اه بيقولك اه بيقولك حاجة الحاجة. عشان برضو يقفير بحية في الشركة بتاعته. كويس? طب انت تعرف ان انت المبيد اللي انت دخلته ده ممكن يسقطك. لما انت اتدخل مبيد آآ ضعيف مع مبيد قوي. كويس? ما هو ضعيدة كانه مش موجود. يعني ده يترمي في الزبالة احسن. مية. ماشي? آآ صلاحيته منتهية. وبيتغير له تيكت او بلابل جديد وخلاص بتاريخ جديد. هو انت اللي بيغريك ان هو السعر بتاعه قليل. مش السعر بتاعه زي السعر بتاع المبيد القوي. المحترم اللي في السوق. فده برضو اللي بيشد لك علشان الربحية. اي حاجة انت عاوزها علشان تقلل المصاريف وتزود ربحية. تمام? فبتتجه للقرار ده. لكن تتدخل مبيدات ضعيفة المستوى او رضيئة المستوى مع شغل بتاعك الكويس. واحدة في واحدة واحدة في واحدة مرة في مرة بتلاقي ايه? بتلاقي كمية ضعيف المستوى وبتزيد. كمية قوي المستوى بتقل. انت مبيد لاتر او اتنين او تلاتة دخلتهم على كميات بتاعتك. فانت قلت مش هتبان وسط الكميات دي المبيد الرضيئ مش هيبان وسط الكمية. لكن بعد فترة زودت الكمية الرضيئة وقللت المبيدات الكويسة اللي عندك. برضو ده بيعمل آآ زلزلة لكيان الشركة في السوق. انت اخدت الناس بتوعك واخدت العميل بتاعك على مستوى معين انت ماشي عليه. كويس? دخلت طايفة مجهولة. هتبدأ المبيدات الضعيفة دي عديمة المفعول او ما فيهاش اساس المفعول. دي حاجة منتهت الصلاحية. هتشتغل بيها بيبدأ الموقع يشتكي. مش بس كده. يعني حضرتك مش مش بتكتفي بالموضوع ده. لا. بعد فترة بترتفع المبيدات مجهولة المصدر. وبتقل خالص المبيدات الكويسة جدا. انت حضرتك بتكتفي بالمتاريال اللي تتشت معك. عشان برضو نبقى صرحة مع بعض. تمام? بتكتفي بالورق. ورائيات. لكن بتشتغل بالمبيد مجهولة المصدر. طبعا انا كلامي مش موجه لكل الشركات. انا كلامه موجه لبعض الشركات. كويس? عشان برضو ما فيش ناس تدعمني. انا بتكلم الناس معينة او فئة معينة. الفئة دي بتستعجل للربحية. لما شافت المكسب استحلت المكسب بزيادة. كويس? بدأت تشتري مبيدات مجهولة المصدر او ضعيفة الامكانيات علشان سعرها قليل. علشان رخيصة في السوق. وبدأت تقلل خالص. المبيدات كويسة جدا. يعني فيها دلوقتي ان معها فايل داتا شيت. لو اي جهة اي عميل طلب منها تبدأ تدي له الداتا شيت. كويس? او في ناس تانية برضو بتحط العباوة. المبيد الاصلي. لكن اللي جواها مش مبيد اصلي. برضو بتحايل. علشان العميل يوافق. او معي المبيد ومعي المتاريال بتاعه. فلازم العميل يوافق. كويس? تمام. لما ندخل مبيدات مجهولة المصدر او رضيئة او امكانياتها ضعيفة جدا. واشتغل بيها هي الاساس بتاعي. معي كلا بسط. بتع بالمهندس بتاعي. لانه بيعمل بيشتغل باقصى طقته. علشان يحول المبيد عديم الفايدة. المبيد ليه فايدة. بتعبه معي. بجهده معي. هو او الفني اللي معاك. كويس? تمام. كل ده حضرتك بتعمله علشان تزود ربحية الشاركة. بالرغم ان انت الربحية عند حضرتك لكن تلاقي. آآ برضو في برضو موضوع بتقع في حضرتك ان اي مهندس جديد او اي فن جديد حضرتك بيقعد قدامك علشان في الانتروفيو. بيعمل مقابلة. طبعا دي. انا لاحظتها بنفسي. تمام? بتعود اه في الانتروفيو بتقول له الراتب ده المدة تلات شهور. وبعد تلات شهور بعد الاختبار او التست اللي حضرتك بتعمله او المفروض بتقول ان انت بتعمله ان بعد تلات شهور الراتب بيزيد. طبعا دي المهندس بيقوم من قدام حضرتك مقتنع تماما بلي حضرتك قلته. بتعدي تلات شهور وما فيش زيادة راتب. بتعدي ستة شهور وما فيش زيادة راتب. كويس? بتبدأ بقى حضرتك بعد الكلام والمنعشات بينك من المهندس. آآ بتتعلل بايه? ما فيش مواقع. ما فيش شغل. الشغل بيخسر. مع ان شغل المقافة الحشرات بيكسب. مش بيخسر. كويس? ده كله بيصب عند حضرتك في خانة الربحية. تمام? حضرتك بتكسب. يبقى تراعي ربنا. وتراعي الناس اللي شغالها معك. اللي ربنا وفتح لك ببرز علشان الناس دي شغالة معاك. وفتح لهم ابو ابرز. ما تبخس حق احد. تمام? المبيد اللي انت جبته. وستفته عندك في المغزن. كويس? ده اساسا هو ده اللي بينزلك في السوق. لا دي شركة فلان. فلانية بعد ما كانت نمرة واحد. بعد نمرة اتنين. بقى نمرة تلاتة. لا دي بقى فيديل القايمة. تمام? حاجة تانية حضرتك برضو متخدش بالك منها. ومهمة جدا عند اصحاب الشركات. اصحاب الشركات بيجيبوا المهندسين او الفنين على القد بالزبط. على القد المواقع بالزبط. طيب انت دلوقتي يا حضرتك لو في موقع من المواقع مفيش المهندس جيز صبح. والموقع ده بقى اتنين من ثلاثة. حضرتك هتعمل ايه? لو مهندس بتبدأ تبعت من اقرب مكان جنبك مهندس من هناك يحل محل المهندس الغاب. علشان ما يتطبعش عليه غرامة او جيزة او اي مشكلة تحصل من الموقع اللي مفيش مهندس. طب لو تلات مواقع او موقعين ببعض مفهمش مهندسين. حضرتك هتعمل ايه? هتبدأ من تجيب مهندس من اقصى الغرب والاقصى الشرق علشان يحل محل اللي مش موجود. يبقى انت اعملت مشكلة. يعني انت جبت ولد كويس مش فاهم اساسا بيئة المكان اللي هيشتغل فيه. وممكن يعملك مشكلة. وسيبته مكانه الاصلي اللي برضو ممكن يجي لك منه مشكلة. صح ولا لأ? كل ده لازم يبقى له تخطيط. كل ده حل بسيط يبقى ما عندك افراد معاك. يحلوا محل اي حاجة بتحصل. اي مشكلة تقع فيها. كويس? معاك اتنين تلاتة اربعة خمسة طاق من فريق يدعموا المواقع. بغير كده فيه فكرة اجمل واحسن. انت هيبقى معاك مسلا خمسة او ستة. دول الابطال بتوع الشركة. دول بتوع المهم المستحيلة بتوع الشركة. الشباب دي لو نزلتها كل موقع وليكن كل شهر موقع هعملو لك تأسيس من اول وجديد. اعادة تأهيل للموقع من اول وجديد. كان الموقع لسه مستلمينه. فده العامل بيحبه. بدل مع الموقع ده شغال فيه مهندس واحد. وتعب بنسباله واجهات بنسباله. كويس? لا. دعم المهندس ده بالمكان بتاعه وليكن مرة كل شهر. مرة كل شهرين يا سيدي. كويس? الشباب الفريق بتاعك ده انت متخب وعملته ده هينزل يأسس الموقع للمهندس ده. يبقى المهندس هيقعد شهري كامل شغل يومي. لان العبق كله شيلته من عليه. يسعى لك ده كل المواقع اللي عند حضرتك. يبقى ممكن في قضون سنة يبقى انت تأسس او عملت اعادة تأسس لكل المواقع بتاحتك من تاني. يبقى العميل هيقول لك برافو. شكرا جدا لك. لكن كل اللي يهم حضرتك انك انت هتيلي المهندس من الفلان ما كان الفلاني. من الشرق علشان يروح يغطي زميله في الغرب. يبقى هو سقط مكانه اللي هو سايبه وهيسقط مكان زميله الى رايح له. لانه مكان مش عارف آآ البيئة مش عارف الشغل هناك ايه مش عارف طبيعة المكان ايه وهو محدش قال له دات عنه. قالوا سيب مكانك وروح المكان الفلاني بسرعة. ده باللافظ اللي بيحصل. وقع مكان وهيوقع التاني. ده سوق تخطيط من حضرتك. او المهندس اللي معاك. ده سوق تخطيط. كويس? حضرتك همك تقلل المصاريف. بالعكس اللي انت هتجيبه زيادة ده مش هيبقى لودة عندك. هينزل تأسيس في المواقع دي كلها. ولما يجي لك اماكن جديدة بدل بتاخد كل الخمس مهندسين من خمس اماكن يعني مسلا ولياكن مسلا شغال في اكتوبر. والموقع الجديد اللي معاك في اكتوبر. بتعمل يا حضرتك. بتاخد من كل مصنع في اكتوبر والد او والدين. علشان يشتغلو لك اشتغلو لك المكان الجديد اللي في اكتوبر. ما انت باورته عملت مشكلة. في الاماكن بتاعتهم اللي اللي سيبتهالهم دي. علشان يعملو لك المكان الجديد اللي في اكتوبر. طب عملو لك المكان واسسو لك المكان. ما انت كده كده هتجيب ناس علشان يفضلوا في المكان الجديد. يبقى انت الفريق بتاعك هشتغل في المكان الجديد لحد ما تجيب افراد تشغلهم. يبقى انت الناس الجودات دول مش عبق عليك ولا حاجة. المبيد لما تجيب مبيد محترم مش عبق عليك. المبيد المحترم ده هيخلي العميل اللي بقى له شهر واتنين هيبقوا معاك سنة واتنين. والعميل هيجيب عميل والعميل هيجيب عميل وهكذا. لكن حضرتك باصص تكسب وخلاص. مش باصص تعب المهندس وتعب الفني. مش باصص الناس دي بقى لهم سنين معاك وما طلبوش بلسانهم زينية راتب. ما انت بتقول بقى ان هما مدام ما طلبوش يبقى مش هديهم راتب. خلاص مش هديهم زيادة هما الناس ارتضوا بكده. لا. في ناس عندها حياء. في ناس ما ينفعش تتكلم. في ناس عاوز اللي قدامها تشوف رضي فعله ايه? اقسف. انت وعدتني بزيادة راتب. وخلفت وعدك. ما ينفعش. مبيد. وقلت في الاول هجبهم مبيد محترم وبعد كده غيرت كلامك. ما ينفعش. مهندس بيحل مكان مهندس ما ينفعش. لازم حضرتك تجيب طاق ما عندك وزي ما قلت لك بفكرة قويسة جدا تبدأ تأسس كل مواقعك من تاني. لديك انت برضو كده اخر كل سنة بدل ما تجيب. بتحط مبلغ علشان تأسس به تاني علشان طبعا المحاطات والمصايد كل ده يتحلك وبتجيب تاني. لأ. لبقى فيه ده اسيس يبقى فيه حفاظ على المعدات والادوات. والمكان للمكان هتبدأ في سنة كاملة تبدأ مؤسس كل مواقعك من اول وجديد. يبقى الناس دي برضو مش عبق. الناس دي بتعمل لك مجهود وشغل. تمام? يا ريت حضرتك مدام بتكسب وبازن الله هتكسب علشان الناس اللي تعبانة وعرقانة معك ما تبخص حق حد. آآ طبعا انا قاسف طولتها لحضرتك في الفيديو. آآ ياريت اللي يشوفوا الفيديو الاول مرة يشترك في القناة ويدوس اعجاب. ياريت تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو فيه انا عند حضرتك اي تساؤل ياريت تكتب في التعليق وانا هرد على حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.